نروح لنتاج الجولة 27 في دوري الجمهورية اللي انتهت منذ قليل فوز الجيش على الاتحاد 1-0 فوز حرس الحدود على سموحة 2-1 لإسماعيلها الاف سي مصر 1-0 اللي أهلي على أسوان 2-1 المصري على دجلة 4-3 تعادل الزمالك وإنبي 1-1 المأولين تعادل المأولين مع الانتاج 1-1 وطنطا يفوز على المقصة 1-0 نروح أيضا بقى لفريق النادي الأهلي موليد 2002 ونستكمل مع حضراتكم الأخبار الناشئين في الصحف والمواقع فريق 2002 يتعادل مع المأولين العرب في دوري الكطاعات سجل الأهلي اللاعب أحمد سيد غريب هدفين في ديئة 32 ودقيقة 49 أيضا نتاج الجولة التانية لدوري كطاعات الناشئين 2002 تعادل الأهلي مع المأولين 22 مصر التأمين مع جمهورية شبين 1-1 فوز النجوم على الزمالك 2-1 وشباب المعادي على مصر الجديدة 1-0 نروح لنتاج الجولة 27 لدوري الجمهورية موليد 2003 أصفرت الجولات عن فوز أمبي على الزمالك 1-0 مصر المكسط على الطنطة 1-0 المأولين العرب على إنتاج الحرب 3-1 بيرامدس على الجونة 2-1 طلع الجيش على التحديث السكنداري 2-0 تعادل حرس الحدود مع سموحة تعادل السلبي 0-0 حصل الأهلي والإسماعيل وودي دجلة على راحة في هذه الجولة نروح لأهلي 2004 كابتن ياسر ريال المدير الفني كابتن عبدالله فارون المدرب العام نجح في تحقيق الفوز على مضيفه سموحة بسلاسة أهداف مقابل هدف في المباراة اللي جمعت بينهما في يوم الخميس الماضي بالأسكندرية سجل للنادي الأهلي اللاعب رأفة خليل بدأ التسجيل وعلي أيمن هدف الثاني وخالد السيد الهدف الثالث بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى 44 نقطة جمعهم من الفوز في 13 مباراة والتعادل في خمس مباريات والهزيمة مرتين مسجلا 51 هدف مقابل 16 هدف في مرباه لذلك يتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول 2004 نتاج الجولة الـ 21 لدور الجمهورية نشرين موليد 2004 فوز الأهلي على السموحة 3-1 إمبي على بيرامدس 2-1 طنطة على الجونة 1-0 إسماعيل على انتاج الحربي 5-0 تعادل حرس الحدود مع المولين العرب 1-1 والزمالك مع ودي دجلة تعادل السلبي 0-0 وحصل مصر مقصة على راحة في هذه الجولة ترتيب المسابقة نادي الأهلي في الصدارة برصيد 44 نقطة يلي إمبي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة ثم الزمالك سالسا برصيد 36 نقطة المولين العرب رابعا برصيد 35 نقطة نادي أمبي متبقي لمباراة نادي الأهلي لعب 20 مباراة نادي الأهلي لعب 20 مباراة أمبي لعب 19 مباراة نادي الأهلي في الصدارة بـ 44 نقطة وإمبي بـ 39 نقطة النادي الأهلي خلاص متبقي على الدوري ماتشين نادي الأهلي لو كسب الماتشين خد الدوري رسمه يكون فرق على الانبي كل التوفيين إن شاء الله لفريق النادي الأهلي وفريق 2004 بيئ النادي الأهلي نروح لـ 2005 2005 برضو اللي بحقق العلامة الكاملة تعادل بس في آخر جولة أمام طلاع الجيش لكن كل المباراة فاز بيها وبحق رقم كبير فريق 2005 مع كابتن أحمد سامير بيبو تعادل مع طلاع الجيش في ملعبه واحد واحد فكتح اللي طلاع الجيش للتسجيل أولاً في الدياعة 12 ونجح لعب النادي الأهلي أحمد فكري في تسجيل هدف التعادل الأهلي في الدياعة 44 نقول برضو لحضراتكم 2005 بعد ما انتهى التصفيات الأولية النادي الأهلي صعد من مجموعة النادي الأهلي النادي الأهلي وطلاع الجيش ومولين العرب المجموعة التانية ديجلة وإمبي والدخلية تبقى فيه دورة بعد كده في التصفيات كل التوفيق إن شاء الله للعب النادي الأهلي 2005 علشان خلاص يعني احنا فيه الخطوات الأخيرة أو المسافة الأخيرة في بطولة 2005 فكل التوفيق لهم إن شاء الله يقدروا يوصلوا سلسلة الانصارات بتاعته أيضا كان الكابتن أحمد سمير برضو ليه يعني تصريح مهم جدا بعد انتهاء المباريات قال نحن تأهلنا عن جدارة واستحقاق لمرحلة التصفات النائية في بطولة منطقة القاهرة واللعبين كانوا على قدر المسئولية التحدي الأكبر هيكون إن شاء الله فيه الدورة القادمة فيه اللي هتجمع الأهلي وطلاع الجيش ومولين العرب من المجموعة الأولى وفريق إمبي ووادي دجلة والدخلية من المجموعة التانية كل التوفيق للكابتن أحمد سمير والجهاز الفني أهلي 2006 بيهزم الأميرية بهدف في سوبر البراعم جاء الهدف عن طريق اللاعب حسام عادل في الدقيقة عشرين وأيضاً 2006 بيحقق العلامة الكاملة 45 نقطة من 15 مباراة بالعلامة الكاملة نروح نتعرف بقى على نتاج فرق الأهلي في مهرجان سوبر البراعم فريق 2008 تعادل مع الدخلية واحد واحد على ملعب الأهلي فنيت مصر سجل الأهلي شالبي يوسف تعادل فريق 2007 مع أمبي سلبياً فاز فريق 2010 على المعادي والياخت 5 صف سجل خمسية ياسين تامر 3 أهداف وفتح الله عماد ومحمد شريف هدف لكل منهما